اشتركوا في القناة يعني خلينا نبدأ من الاحداث اللي حصلت النهاردة وزارة الداخلية اعلنت ان رجال الشرطة البواسل ادروا ان هم يتصدوا مبارح بالليل هجوم نفذته مجموعة من العناصر الارهابية على منطقة تمركزات قوات الشرطة وده جنوب غرب العريش في منطقة شمال سيناء رجال مصر ادروا ان هم يتصدوا لهذا الهجوم الخاسيس بعد مواجهات اصفرت عن استشهاد ضابط شرطة وست مجندين ومقتل اربعة من هذه العناصر ده بعد انفجار حزام ناسف كان مع احد الارهابيين وكمان قوات الشرطة ضبطت بحوزة الارهابيين احزمة ناسفة واسلحة آلية وايضا قنابل يدوية وتمت مطاردة العناصر الارهابية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وبتتولى دلوقتي نيابة امن الدولة العليا التحقيق في اللي حصل امبارح ده اللي حصل امبارح بالليل والدخلية اعلنته النهاردة الصبح طيب خلينا نتساءل مع حضراتكم في جزئية انه ليه الهجوم ده وليه اختيار هذا التوقيت تحديدا ببساطة احنا كلها كم يوم وهنبدأ نحتفل بالذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة كل السنة وحضراتكم طيبين وكل السنة ومصر بألف خير طبعا احنا تحودنا انه في كل يوم بيمر علينا في 30 ستة بيكون في احتفال بالانجازات اللي حصلت بفتتاح المشروعات مشروعات كبيرة وكمان امبارح رجال الامن الوطني بوزارة الداخلية قدروا انه هم يجهدوا مخطط ارهابي لجامعة الاخوان تحت مسمى خطة الامل هنتكلم عنه بالتفصيل ده من تدبير وقيادة الجماعة وعناصر ده بيتزامن ايضا مع الاحتفال ب30 ستة زي ما قلت لحضراتكم فمعنى كده ان الموضوع مش وليد الصدفة فمعنى كده ان احنا بنقابل مخطط بيوحاك ضدنا ممنهج ناس عارفة هي بتعمل ايه وبتختار التوقيت ازاي امبارح بالليل المتهمين في قضية خطة امل اللي قلت لحضراتكم عليها قررت ان نيابة امن الدولة حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات بعلومات قطاع الامن الوطني كشفت ابعاد هذا المخطط اللي متورط فيه قياديين اخوانيين هم محمود حسين وعلي بطيخ وايضا الارهابيين الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر المحكم عليه ايضا ايمن نور تمكن رجال الامن الوطني من تصوير هذه الكينات الارهابية اللي تم ضبطها امبارح عشان نتكلم اكتر او نعرف اكتر ابعاد هذا المخطط الارهابي خلينا نتابع هذا الفيديو ارجع اكلم حضراتكم في هذا الموضوع بتفصيل اتفضلوا اشتركوا في القناة 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 لهذا الهجوم كان هيكون في خسائر كتير جدا 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 في منشآت وفي ارواح الابرياء في سيناء ملهمش اي زنب ولا علاقة بما يحدث اشتركوا في القناة 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 واحد ما خرج علينا ايمن نور والمحمد ناصر ومعتد ويقولون ويحرضوا ويقولوا كلام ويقولوا حاجات تحريض وحس الناس على الخروض وهم كانوا من خلال هذا بخاطبوا العناصر الإرهابية الموجودة بالداخل فتم المتابعة ودراسة كيفية سيتم هذا وتمكنت الهدة الأمن الوطني المختلفة من تحديد هذه العناصر أن دي عملية التي قاموا بأول أمس هذه العملية كانت بإعداد مسبق لتكوين أموال وتكوين مصادر دخل عمليات الإرهابية اللي يقوموا بيها وكان نتج من ذلك أن اتعرف أن فيه اثنين مخاطفين اللي هو محمود حسين وعلي بصيخ كل المخاطفين لهذه العملية والذين رسموا لها كيف تتم وأنشأوا كيانات داخل جمهورية مصر العربية عبارة عن شريكات ومصانع ومزارع فيها أشجار المسنرة بحيث يبين أن البلوز هي نتيجة هذا الجهد وهذه المزارع وهذه المصانع وهذه الشريكات ويمول من خلالها عمليات الإرهاب اللي يقوموا بيها فبعد تتملت العناصر وتتملت الأدلة لدى بهذه الأمن الوصني وبعد استهدان نيابة أمن الدولة العليا بالمراقبة والمتابعة والتسجيلات بتلك العصابة الإرهابية جمع يقوم ضبط وإحباط هذا المخصص طيب سيادة اللواء يعني مصر في هذه الفترة أو في الوقت الراهن بتستضيف كاس إفريقيا وبيقام على أرضها حدث مهم جدا جدا العالم كله أشاد به وأيام بتفصلنا عن الاحتفال بـ 30-6 كل سنة وحضرتك طيب صورة 30-6 المجيدة وانتصار 30-6 في هذا التوقيت والدولة المصرية بتثبت أقدمها وبتثبت للعالم كله أن هي قدرت أن هي بعد 30-6 كمان تستعيد قوتها مرة أخرى وتقف على رجليها مش بس بشهادة الداخل ده أيضا بشهادة المجتمع الدولي اختيار هؤلاء الإرهابيين لهذا التوقيت لإصابة الدولة المصرية حضرتك بتشوفوا إزاي شوفي أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا هذه العصابة الإرهابية لا يوجد لديها مخ ولا تفكير هم غيرتكوا برائمهم صفة مستمرة باختيار توقيت هم متكرين أن ده انشغال الأجهزة الأمنية في الدورة الإفريقية انشغال الأجهزة الأمنية في الإعداد لإحتفالات بـ 30 يونيو وما قبل ذلك فدائما هذه العصابات تختار أواقف الاحتفالات وأواقف الجماهير كلها معينها على مصر وعلى كده ويرتكبوا حتى هنا وحتى هناك فيعتقدوا أنهم سينالوا من صلابة هذا الشعب والحقيقة أنهم لو هم بيقاموا أو لو هم عندهم إدراس لما يرتكبون فهم بالعكس في الأعياد وفي النتبات بتبقى القوات مستمرة تنصر غير عادي فكان المفروض أنهم ما يختاروش التوخيط الاحتفالات ولا المظاهر الاحتفالية إنما ده جأبهم منذ 1940 صحيح سيادة رواء أنا سعيدة جدا بمداخلة حضرتك وتحليل حضرتك لما يحدث في هذه الفترة وبشكرك شكرا جزيلا سيادة رواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق ده تعقيبا وتحليلا لما جرى أمس ولإحباط مخططات الجماعة الإرهابية خلينا نروح لمجابها للإرهاب بس إرهاب النوع آخر بيهدد الدولة المصرية وهو ملف الفساد إنبارة حقيقة الرقابة الإدارية أعلنت عن ثلاث قضايا مهمة جدا جدا القضايا الأولى أنا محتاجة أن حضرتكم تركزوا وتعرفوا يعني الفساد إزاي بيستشرى في الدولة المصرية وأيضا إزاي الدولة بتتصدى لي أول قضية انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى وقدر أنه هو يستولى على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه لهي أشكلت طبعا مجموعات من السادة أعضاء اللجان لإجراء التحريات اللازمة فليكشفوا غموض الواقعة وملبستها أصفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة مدير الحالي أفشى بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه للمدير السابق بإحدى المؤسسات الصحفية الاتنين قدروا أنهم يزوروا بطاقة رقم قومي انتحل بها التانية صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ أخفوا المبلغ بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكورنيش اسكندرية وأيضا كورنيش النيل في منطقة الزمالك ب12 مليون جنيه أيضا شليف المعمورة ب3 مليون جنيه وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالي 5 مليون جنيه عشان يقدروا أنهم يبدأ فيه تقنين لوضعهم تم ضبط المتهمين وتفتيش محال إقامتهم بمحافظات القهيرة والجيزة والسكندرية وبشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقتها وأمرت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات والتحفظ على كل ممتلجاتهم دي القضية الأولى يعني القضية الأولى دي بيبين لحضراتكم أن ما فيش مجال أن يكون فيه شخص بعيد عن الشبهات وإحنا عندنا دلوقتي في مصر ما فيش حاجة اسمها أن شخص ممكن أننا ما نقدرش نوصله أو الشخص ده نقدر نقول لأ ما ينفعش ممكن يداري على فساده زي ما كان بيحصل قبل كده كتير دلوقتي ما بقاش موجود الكلام ده الحالة التانية اللي موجودة معانا أو القضية التانية ضبط مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمدرية التربية والتعليم بمحافظة قليوبية ومدير إدارة المشتريات السابق بتسهيل استيلاء شركة مؤولات خاصة على مبلغ مليون ونصف جنيه من قيمة الأعمال اللي بتنفذها بعض المدارس التابع لي من خلال التلاعب في المستندات بعض العمليات المسندة تنفذها للشركة وده مكنها طبعا من صرف مبلغ بدل من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات وبيعرض المتهمين على النيابة العامة والنيابة بشرة التحقيقات واسترد المبلغ المستولى عليه أمرت بحبس المتهمين 15 يوم وده على ذمة التحقيقات ده النموذج التاني اللي معانا النهاردة أو القضية التانية نشوف كمان دي الرقابة الإدارية ضبطت رئيس مكتب تموين عين شمس لاتهامه بتسهيل استيلاء ثلاثة من بدالي التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين بالإضافة كمان لزيادتها دون وجه حق وتم تقدير إيمة تلك المخصصات وصلت لمليون ونصف جنيه وبعارض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربع أيام على ذمة التحقيق الحقيقة مهما تكلمنا الرقابة الإدارية ما بتهزرش كل قضية بالصوت والصورة والأدلة الدمغة موجودة واضحة زي ما شفنا مصر إزاي بتحارب الإرهاب وبتحبط مخططات إرهابيين برضو مصر بتجابه إرهاب من نوع آخر وهو الفساد والفاسدين وبتتصدى بقوة يعني قوية جدا جدا لمجبهة الفساد والفاسدين اللي بيال لا يقل أبدا عن ملفات الإرهاب لأن الفساد المالي والإداري ده بيهدد كل المواطنين المصريين أيضا وما بيقلش زي ما قلنا أهمية عن الإرهاب اللي بيحدث في سيناء ده مجموعة من الأخبار الخاصة بمجهودات هيئة الرقابة الإدارية النهاردة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيتي توجه إلى اليابان وده للمشاركة في قمة مجموعة العشرين اللي هتوقت بمدينة أواسكا ومشاركة الرئيس بالقمة بتأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني اللي بتتولى بلاد والرئاسة الحالية للمجموعة وده فضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لجانب طبعا العلاقات الوثيقة والمتنمية اللي بتربط بين مصر واليابان وما تمثل مصر من ثقل على الصعيدين الصعيد الإقليمي وأيضا الدولي من المقرر إن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات اللي بتهم الدول النامية بوجه عام وأيضا الإفريقية بشكل خاص طيب إحنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر بخصوص هذه الزيارة إحنا بينضملنا المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني باش مهندس إبراهيم مساء الخير وتحياتي لك يا فاند أهلا بيك معنا أهلا بيك بنتكلم عن زيارة سيد رئيس اليوم لليابان لقمة العشرين من أبرز الملفات اللي هتكون على طولة المباحثات هي الملف الخاص بالدول النامية وأيضا الملف الخاص بالدول الإفريقية خلينا نتحدث في البداية عن ملف الدول النامية وما تسعى إليه من جهود الدولة المصرية لمسندة الدول المتقدمة للدول النامية في كافة المجالات كم يفعتثنى ذلك في ضوء قمة العشرين بفضل الله في خلال فترة رئيسيات الرئيس تم تطور كبير جدا على الاقتصاد المصري وعمل مشاريع قومية كبيرة جدا فدي تجربة يجب نقلها إلى كل الدول النامية والمساعدة على إنها تحسن من اقتصادها وتحسن من موقفها المالي ودي تجربة حية وواقعية فيها تجربة كثيرة ودي أعتقد المحور الأساسي في هذا المؤتمر وبالمناسبة فيه مؤتمر تاني حيوقت برضه خلال شهر أغسطس ومؤتمر الخاص بالأفريقي الياباني وده إن شاء الله برضو حيب فيه مشاركة في عالم الرجال الأعمال المصريين وفرقة برضو حيب بحضور سيادة الرئيس إن شاء الله من وجهة نظر حضرتك إزاي تقدر الدول النامية تقدر إنها تدمج في الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي يعني في نفس الوقت مع الظروف القصية اللي بتمر بيها الكثير من الدول النامية فانتو حضرتك ديك هي الأساس فيها هي الرغبة الأساسية للدول اللي رفع من شأنها والرفع من اقتصادها ورفع من شعبها الرغبة القوية ديك هي اللي هتبقى المحور والوقت الأساسي لرفع التنمية والتجارب الاقتصادية اللي تمت على مستوى العالم في الفترات السابقة ومن التجربة الرئيسية اللي احنا بنسوى لها التجربة المصرية سوى على مستوى القوانين والتشريعات وإتاح فرص العمل الكثيرة وخلق المدن الصناعية الجديدة وجذب الاستثمارات الخارجية والتسهيل لها اعتقد ستبقى بإذن الناموذج يحتز به إن شاء الله شمالس إبراهيم هل فيه توقع لمزيد من التعاون على أي مستوى الفترة القادمة بين مصر واليابان في ضوء هذه القمة؟ الحمد لله يعني فيه في الفتر الفاتح فيه أكثر من خمسين أو خمسة خمسين شركة ليها استثمار داخل مصر وبنأمل خلال المؤتمرات المطلحقة بيننا وبينهم حسب ما في الفتر الآخر المؤتمر كان هنا في مصر في مارس والمؤتمر القادم معهم إن شاء الله في نسبة زيادة الرئيس إنه فيه مشاريع جديدة موجودة وفيه مشاريع قومية كبيرة زي المتحف المصري زي محطات الكهرباء وشبكة الكهرباء تحسين كفاءة شبكة الكهرباء فيه مشاريع كثيرة بيننا وبين اليابان استثمارة كثيرة موجودة من أعمل لزيادة الاستثمارات الحالية وجزء الاستثمارات جديدة إن شاء الله مشاركة الدولة المصرية في هذه القمة ماذا تعني على المستوى الإقليمي ومن ثم على المستوى الدولي؟ إن ده معنان عكاس إن مصر أصبحت لها قوة اقتصادية قوية ونموذة بيحتزى بيه وبالتالي انضمت تقمة فعليات المتمر العشرية مشكورك شكرا جزيلا بشمانس إبراهيم العربي على هذه القراءة رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني طيب امبرح أيضا رئيس السيسي كان لقى العديد من اللقاءات مع كل من مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والموطنة والشؤون الداخلية وأيضا رئيس جمهورية غانا ومبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية خلينا نتابع هذا التقرير تعقيبا على هذه اللقاءات تفضلوا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توت جلوة كما بعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد جلوك سلم السيد الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس ناناكو فؤادو رئيس جمهورية غانا الذي يقوم بزيارة لمصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس غانا لمصر مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ومشيدا بمجمل العلاقات بينهما على الأصعادة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وأشر السيد الرئيس إلى أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين مشيدا بتنامي التعاون بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة كما عرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتين خارجية ومواصلة التنصيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية كما استقبل السيد الرئيس السيد ديماتريس أفرام مابولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد نبيل مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية مشيرا سيادته إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل خليني كمان أقول لحضراتكم أن تزامنا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لألمانيا لرئاسة وفد نصر في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني واللي بيعد محفل اقتصادي واستثماري هام جدا جدا للتعاون وإقامة شراكات وتبادل اقتصادي وتجاري على مستويات كتيرة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفو جراف استعرض من خلاله أبرز جوانب التعاون المصري الألماني فضلا كمان عن تسليط الضوء على عودة شركة مرسيدس الألمانية من جديد للسوق المصرية وقيام شركة بورشا الألمانية بدخل استثمارات جديدة بمصر وأيضا تعزيز أفاق التعاون مع شركة سيمانز الألمانية وكذلك أبرز المعلومات حول الاقتصاد الألماني وورد كمان في الإنفو جراف إن العلاقات بين البلدين شهدت تطور كبير جدا جدا على كافة الأسعاد خاصة على الصعيد الاقتصادي يعني بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.5 مليار يورو الكلام ده في عام 2018 وكمان شهدت صادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 10% لتصل حوالي 10% وكمان ارتفاع نسبة الصادرات المصرية البترولية لألمانيا عشان توصل لنسبة 23% ووصلت لـ 168 مليون يورو ده خلال الفترة من يناير لمارس 2019 مقارنة بـ 136 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018 خلينا كمان نقول لحضراتكم إن خلال المشاركة في هذا المنتدى أعرف دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية علاقات التعاون مع الجانب الألماني كمان رئيس الوزراء اتكلم عن مشاركة مصر كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني هذا العام بتعكس تقدير وفقة من الجانبين الجانب العربي والجانب الألماني وده بسبب ما حققته مصر من نجاح خلال السنوات الماضية وفي ظل الظروف القاسية جدا جدا والصعاب الاقتصادية اللي حصلت لمصر في السنوات السابقة قادرت إن هي تتحدد وتصل إلى هذا المستوى الاقتصادي خليني أنتقل معاكم لموضوع آخر وأنا واثقا أن هذا الموضوع هو من أهم وأبرز الموضوعات اللي حضراتكم منتظرينها النهاردة هلتقي منتخب مصر مع الكنغو الديمقراطية ضمن لقاءات الجولة التانية في مجموعة الأولى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اللي بتصطدفها مصر اليوم 19 يوليو المقبل المباراة هتقام الساعة العاشرة مساء في استاد القاهرة الدولي طبعا كل تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب في مباراة الليلة وربنا يقويهم ويكونوا إن شاء الله قد مسؤولية هذا الماتش وهذا الحدث وإن شاء الله يرفعوا رأس مصر ويفرحوا كل المصريين إحنا بينضمننا الناقد الرياضي الكابتن عصام شلتوت نتعرف منه على تفاصيل أكتر على كواليس اليوم وما سيحدث اليوم وتوقعاته وخلينا ناخد كلمات سريعة كده عن ما دور بين منتخب مصر ومنتخب الكنغو في السنوات السابقة كابتن عصام مساء الخير وتحياتي لك أهلا بحضرتك وكل مشاهدي أهلا بحضرتك معنا يا فندم خلينا نتكلم عن التاريخ الكروي ما بين جمهورية مصر العربية وأيضا جمهورية الكنغو الديمقراطية يعني لقاءات اللي حدثت بين المنتخبين يا فندم لا ده محتاج أرشيف بقى يعني الزملاء يعني تقولك بي يعني استرابة كده تحطها على الشاشة لكن هو الأهم في المحطات دي لما كانت الكنغو الديمقراطية زئير يعني كان لها فصل بارد معنا خرانيتنا من الدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا 1974 كان وقتها اللي بياخد البطولة بيروح كاس العالم وكانت في ألمانيا كاس العالم دي على فصل لكن احنا عندنا تفوق عليها اعتقد بسبع مباريات متعادل مرتين وهزيمة مرة اللي قلت حدريك عليها وهي الكنغو كنشاسة كانت زئيل دا وبالتالي يعني يفترض انه المباراة على الورق بصالح منتخب مصر بنسبة 70-30 نتمنى دا يلي دا رقم مهم في كرة القدم وفي التوقعات تحليلا يعني لكن يبقى الأمر بإيد لعبتنا واعتقد انهم رجالة ولن يفعلوا يعني ولن يكرروا حالة الهدوء النسبي في مباراة الافتتاح معه وانا دا اللي كنت أكلم حضرتك فيه هل هناك تعقيبات من وجهة نظر حضرتك على أداء المنتخب خاصة في أول مباراة مباراة مصر وزيمبابوي لا مبارايات الافتتاح لا ما لقوا عليها معلاء لعبوا الكرة ربما بعض الأجيال لا تعرف عندهم خضة في الافتتاح حتى لو هم الأرجنتين ويعني والكبارة سفانية سفانية زي ما انت عايزة لأنه دايما كان بيبقى فيها جزء يمكن يتعدى ستتين بالمية يخرج صاحب الملعب مجروح أو حتى حامل اللقب يعني فعلتها الكاميرون مع الأرجنتين بمارادونا وكل العتاولة وبالتالي دي ضبابية ولحظة نيجيريا كده وتونس والمغرب كل الكبار في البطولة الحالية لم يبلوا بلاء حسن في مباراة الافتتاح في مجموعاتهم يعني وبالتالي اعتقد ان النهاردة الجمهورة يفرح اللعيبة يتفرح الجمهور العظيم النهاردة وهيقدموا فعلا مستواهم الحقيقي يا أستاذ إن شاء الله كابتن عصامي يعني ما ينفعش حضرتك تكون موجود معانا على الهاتف ومسألش حضرتك عن تعليقك على استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب واللعب في كأس الأمم الإفريقية ده يعني حديث أجماهير الكروية على السوشيال ميديا خليني أعرف من حركة عقيبك تفضل هو حضرتك يعني أساءل معاني الاحتراف والاحترام وأيضا أنه بيلعب بإسم وشعار بلاده ببطولة على أرض مصر لم يكتفي به ما حدث قبل 72 ساعة ليأتي بفعلة جديدة والحقيقة هو كده أثبت بالدليل القاطع أنه لا يصلح لتمثيل بلاده وحسنا فعل اتحاد الكورن قراره كان الاستبعد من كل المنتخبات يعني دورة قلوبية غيره أي بطولة في أي وقت هو مستبعد لإسم أي كتيبة رايحة تركز ورايحة تشتغل شغلها زي ما الدولة اشتغل الشغلها زي ما الدمور اشتغل شغله وبالتالي يعني لا تعقيم غير أنه يبدأ أنت ربنا منديلك نعمة ما قدرتش تصنع وعلى مستوى الاحتراف أنت نقصت كتير جدا في شغلك وفي أرقامك وفي تعرك وأيضا في مرتباتك أنت الخاسر الوحيد لأنك فعلا ببساطة شديدة غير قانع بنعم المولى عز وجل كابتن تسمح لي أقول لحضرتك بعض الأراء اللي تبعتها في خلال الأيام اللي فاتت وكانت بتقول يعني احنا محب نسمع الرأي ورأي الآخر في بعض الأراء كانت بتقول أن إحنا كجمهور لنا علاقة بما يحدث داخل الملعب من هذا اللعب يعني ما لناش علاقة بما يحدث في حياته الخاصة هل حياة أبطالنا يعني هل نحن كجمهور أو كمواطنين من حقنا أننا يكون لنا علاقة بما يحدث في الحياة الخاصة أم أن كل الرموز اللي موجودة عندنا سواء في الفنون سواء في الرياضة لازم أنها تكون على قدر هذه المسؤولية السيد الرئيس قال للعيبة أن الفوز بالكأس هو أعطاء نموذج للشباب وأن تكون المثل الأعلى بلاش كده لأنها ليست فقط كلمات رئاسية ولكن بتتهل عليهم كان في الصابق تستعمل كرة القدم ويقولولهم لازم تجيبوا في كأس لكن المرة دي ومصر تبلي جيل من عشرين تلاتاشر بوثيقة وقعناها جميعا اسمها مصر الجديدة أصبح لكل مننا دور الحياة الخاصة لا تختارك بس إمتى حضرتك في الويك اندو الأجازات في الكلام ده لكن المعسكر مش أصنع المعسكر صحيح حياة خاصة الوضوح شديد أيضا وهذا هو الأهم عندك مشكلة أخرى حضرتك قال وهي أنه يبدو أن ما وصلكيش الفيديو الأخير واللي تم رفعه منها اليوتيوب يعني بطريقة يعني سخف أن تكون في مشكلة من 72 ساعة ثم تلحق بها مشكلة لا يعني كابتن عصام إحنا وصلنا طبعا كل هذه الملابسات أنا بحاول أن أنا أنقل لحضرتك كل التساؤلات والتعقيبات اللي أنا على المستوى الشخصي تابعتها أه فهمك يا كابت صحيح طيب برضو خليني نعرف المشاهد والأجيال الجديدة أن ده مش أول مرة يحصل أن فيه اتحاد الكرة يمنع لعب من خوض المباراة أو يخرجوا من المعسكر ده حصل في كاس أفريقيا كذا مرة مع كذا لعب آخر لكن مش للسبب العنيف أو استخيف دين تنفيذ كده ده لكن كانت الاستهدار في يوم أو ساعات مش بهذا الكم من الاستهدار لمشاعر الناس وأيضا بتركيز زملائه يعني وبالتالي لا يمكن تسمى مقارنة الحقيقة يعني تحيح أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام شلتوت على هذه القراءة الحقيقة الموضوع كان حديث السوشال ميديا الأيام اللي فاتت وإحنا عندنا في مصر مش هقول التعصب القوة روية عشان أنا مش بحب هذه الجملة لأنه ما فيش تعصب أبدا مفروض يكون في رياضة لكن عندنا ناس مواطنين بسطة جدا بالنسبة لهم اللعيبة بتوعنا دول أو الفنانين يعني بشكل عام القوة النعامة اللي في المجتمع المصري بيمثلوا عندهم حاجة وقيمة كبيرة جدا جدا بيزعل قوي 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 المشاهد ده أو الجمهور ده لما يحصل سقطة أو غلطة أو خطأ من قبل الشخص اللي هو بالنسبة له يعني مهم جدا جدا بيحقق له فرحته يعني الناس وهي بتتابع المباريات دي لما الجول بيحصل الناس كلها قلبها بيفرح ولما فيه جول بيجي مثلا ما بيزبطش أو حاجة الناس كلها بتحزن فأنا محتاجة الناس تفهم هي قد إيه مؤثرة عند المصريين تحديدا المنتخب المصري أنا إحنا مش أوصياء على أخلاق أحد ولا إحنا من حقنا ولا إحنا جهة وصايا إننا نقول الناس تعمل كذا أو متعملش كذا وزي ما قلت الكابتن عصام حياة الشخصية بتاعة الأشخاص دي حرية ليهم لكن ما تخرجش للمجتمع ما توصلش للشارع أو للناس العادية ما تهزش الصورة اللي المفروض تكون متاخدة عن منتخبنا الراقي المحترم فإحنا مش بنقول ما حدش يعمل كده أو ما حد يعمل كده ده مش من واجبنا ولكن إحنا بنقول لحضراتكم إن في أخلاقكم وتصرفاتكم ونجحكم وإخفاقكم مش مسؤوليتكم وحدكم أو مش بيعود عليكم وحدكم ده بيعود على مئة مليون مصري فمن فضلكم يتكونوا قد هذه المشؤولية بعد الفاصل صوت الناس مكمل مع حضراتكم موسيقى 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 مرحبا حضراتكم مرة تانية يمكن من أبرز وأهم الحاجات اللي الناس زي من بتفكر فيها في ضبط إطار التعامل بينهم وبين بعض في المجتمع سواء في الأسرة أو في أي علاقات علاقة بين الأب الأم الأسرة كلها بتهتم جدا بقوانين الأحوال الشخصية ودايما الناس بتشوف بنود هذا القانون فحوى هذا القانون هل بيتطور مع تطور متطلبات الحياة ولا قانون جامد يعني المواد اللي موجودة فيه لا تتناسب مع طبيعة حياتنا دلوقتي في المجتمع المصري وفي هذه السنوات في ضوء الانفتاح وتطور التكنولوجي وما يحدث فيه المجتمع من تطورات وتغيرات بتطرق على أي مجتمع قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي بيجهل كل فرض في المجتمع هنتناقش فيه نهاردة ونتناقش مع حضراتكم في إيه هي المواد اللي إحنا محتاجن لها في هذا القانون وإيه هو العوار اللي كان قد يكون موجود في القانون الأزيم برحبا بحضرتك معينا النهاردة سيادة المستشارة عبدالله الباجة رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة الأسبق أهلا بيك معنا فانت أهلا بحضرتك قانون الأحوال الشخصية اللي إحنا كنا بنشتغل به بقالنا سنين طويلة تمام إيه أبرز ملام هذا القانون أهلا أنت فيه عشان أن نحط الأمور في نصابها هي بدأت تشتغل صحي يعني القانون رقم وحسنة 2000 يعني مشرع بدأ يفكر صح في سنة وحسنة 2000 بدأ يعمل قانون الإجراءات بعدين في 2004 عمل قانون محكمة الأسرة فكان شغله كويس يعني يعني بدأ يزبط يعني يعمل حاجة اسمها إجراءات للأحوال الشخصية كانش في حاجة ده موجود قبل سنة 2000 كان في حاجة اسمها اسمها ليح الترتيب المحكمة الشرعية اني معمول بيها من سنة 1938 يعني تقريبا حوالي أكتر من 69 سنة فطبعا كان فيها قصور وقال رقم وحسنة 2000 برضو في قصور فكان في النهاية يعني كان تفكير كويس برض ولما ركز في الأحكام الموضوعية كان كل اهتمامه على أنه على السن الحضانة وعلى الولايات التعليمية ده بس اللي فكر يعدله في الفترة والعمل الخلع يبقى لو بصنا للتعديلات الموضوعية اللي تعاملت خلال مثلا المية السنة اللي فاتت هلا كلها ركزت على أنه بيزوء السن الحضانة أو أنه يفتح المجال في التطليل ما برضو بقى مش مشكلة لكن كان فيه غياب لحاجات تانية يمكن ما كانتش ظاهرة أو متفشية زي الفترة دي زي مثلا جوز العرفي أو زواج القاصرات كل ذي شواهب بدأت تظهر في المجتمع بتخلي أن لازم يكون فيه قانون بينظم ويضبط هذه العملية تمام طيب أنا نقول بدافزة سريعة أنا محتاج إيه الأول بعدين هتعرض لحتي السلبيات اللي ما كانت موجود تمام أنا محتاج أن أنا عشان أوصل لتحقيق الاستقرار للأسرة في مصر أنا محتاج للقانون أن أنا أضم القانون راحة سات 2000 وعشر سات 2004 وأعمل منه قانون إجراءات يتبلور فيه أهداف رئيسية أن أنا أحقق عدالة سريعة ناجزة وتنفيذ مأمون تنفيذ مضمون يعني أن أنا ألفز الأحكام تنفيذ وأحط ضمانات للتنفيذ يبقى أنا عايز آلية إجراءات وآلية في الإثبات وآلية في التنفيذ عشان أحل مشكلة الأحوال الشخصية وده عيسهم في حل أكتر من 60% و70% من مشاكل الأحوال الشخصية أن أنا أعمل اتقادة على درجة واحدة من قضاءات الاستقنام في العالم معلش يا فندم يعني إيه تقادي على درجة واحدة؟ يعني مثلا زي الخلع الخلع في مصر على درجة واحدة صح؟ والمحكمة الدستورية قارت هذا المبدأ لأنه تعلم بالدستورية قالك إيه إزاي بأتقادة على درجة واحدة والدستورية ما فيش ما يمنع أن يكونوا تقادي على درجة واحدة اللي هو المحكمة الاتدائية لا أنا هخلي التقادي ده بدل ما يبقى درجة واحدة هعدي فرصة أن يكون فيه نتجه فيه لطبعية القضايا الأحوال الشخصية فهخلي القضايا من الاستئناف العالي هيترتب على كده إن أنا كده كده بخلي القضايا تستئناف يعني يبقى فيه مساحة لاستئناف القضايا والعذر أو البد فيها لأ أنا عايز بأدرجة واحدة مش عايز يكون فيه الاستئناف لأن ده بيهد يا عذرتك أنا دلوقت يعني تسعين في المئة من مشاكل أحوال الشخصية تسعة وتسعين في المئة خلاص؟ تلاقوا القرى لا في النفأ والحضانة في النفأ والحضانة دي تسعة وتسعين في المئة من مشاكل أحوال الشخصية يعني هراجبت بتشوف الحضانة اللي هي مسكي الحضانة وأجر الحضانة التعليمية وما يترتب عليها من أسار وإن إزاي استئت تاخد نفأها سريعة تنقذها من اللي هي فيه تمام؟ تاعة يتعقق بأن أنا أعمل تقادي على درجة واحدة مكونين من الاستئناف العالي هوفر أكتر من ألفين قاضي في المحاكم الابتدائية هيوفرون كتير وحوفر البيروقراطية ووهد وقت ومصري هخلي محكمة الأسرة تحكم في النزاع بحكم واحد يعني إذا حكبت المحكمة بالتطليق ما تطلقش وتسكت لا تحكم في الأسار المترتبة على التطليق يعني مثلا تحكم في مصارف التعليم والعلاج والرؤية ومسكي الحضانة مش هنحتاج لقضية أخرى بقى حضرتك قضية الطلاق بيتفرع عنها 30 قضية موآه حركت قصود ده في الدرجة الأولينية وفي الاستئناف 60 قضية يعني 90 قضية عن نزاع واحد طيب مين اللي يحتمل كده يعني أولا جهد وفلوس ووقت وكله بيأثر تأثير غير مباشر على الحياة الاقتصادية من ناحية أخرى برضي طيب معلش أنا عايزة من خلال وجودك معنا نتكلم مع الناس بلغة أقرب لهم عشان يبقوا فاهمين هما بيواجهوا المشاكل دي في حياته تمام دلوقتي مش عايزة أقول قانون معناوي لكن أحيان كتيرة ممكن الشاكي أو السيدة اللي مثلا طلبة الطلاق أسبابها غير مقنعة تمام يعني هي فجأة حاست أنها مش عايزة تكمل حياتها بدون ذكر أسباب قهرية أو قوية للمحكم تمام إحنا ليه ما نديش أو ما نتحش الفرصة بده وهي النقطة في حاجة عندنا سيدات كتير بيضطر إنهم يكملوا حياتهم عشان يربوا أولادهم خوف من الأطفال يتاخدوا منهم أنا مش بتكلم بفكرة إن مع المرأة أو ضد الرجل أنا بتكلم على سبيل المثال فليه إحنا ما نسهلش الموضوع شوية على الناس؟ آه حاولي حضرتك حاجة هو القانون مش سهل ده عمل حاجة إسهال مش سهل القانون سهلها قوي يعني ما عليش يعني ليه يعني أولا حضرتك ما عليش يعني أنا معرفش الكلام ده زي قال القانون إدى استثناءات إدى حقوق أو مكتسبات يعني مش عقولها مش حصلت على الصفة الاستثنائية لأن ليها سنة في الشارع أولا إداها حق الخلع بدون أي أسباب أو ضرر مجرد إنها هي تبغض الحياة مع زوجها وتخشى لا تقيم حدود الله معه ده سبب للتطليق بدون داعي لا يكون في ضرر ممكن يكون كويس جدا زي الحديث تعالى صلى الله عليه وسلم في زوجة قسلة لا أكره في خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام هي مش يعني مش قابلة تعيش معها فقالها في رسوله على السلام قال لا ردي علي حديقته وقال للزوجة اللقاء تطليقه فالخلع له سنده في السنة وفي القرآن وإن خفتم قال لا يقيم حدود الله فلا يناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله ومن يتعضى حدود الله فالك من ظنون إذن ربنا نظم الخلع فإذن أنا مش محتاج أن أكبر الزوجة أنها يبقى عندها سبب أو تضرر مجرد كرهها للزوج سبب للتطليق في المادة 20 من قانونها حصلت 2000 طيب ده حق برضه استثناء تاني في الزواج العرفي يعني قبل القانون رقمها حصلت 2000 كانت الزوجة العرفية غير معترف بها في القانون صحيح ولا لها أي حدود لا قانون رقمها حصل 2000 قال لك أن الزوجة العرفية اللي الزواج إذا كان سابق بأي كتابة يعني لو جواب بينهم بعض بتقول له يا حبيبي ومش عرف إيه وخلاص وقد استشف أنهم متزوجين أصبحت الزوجة له لكن القانون هنا يعني تعامل مع الموضوع بشكل استثنائي برضه صالح المرأة إزاي؟ قالت هي من حقها كزوجة تطلب الطلق أو الفسخ أو إثبات النساء لكن مش من حقها تطلب حقوقها كزوجة يعني إنها تورس ولا إنها تاخد حقوقها نافعة ده في حالة الزواج العرفي؟ ده في حالة الزواج العرفي طيب أنا عايزة أسأل السؤال المشرع لما حط الكلام ده تعامل مع المرأة على أساس إنه هو هي زوجة ولا مش زوجة؟ إذا كانت زوجة ليه باعترف بيها لما تطلب الطلق بس؟ يعني يا أعترف بيها لما تطلب الطلق بس؟ يعني أنا أقصد إنه هنا برضو في عوار قد يشوب القانون هنا بعد العوار ومع هذا ده شجأ ده أحد أسباب زيادة الزواج العرفي في مصر لحد ما وصل لنسبة غير مسبوقة بعد قانون حصة ألفين يعني الزواج العرفي وصل بعد قانون رقم وحصات ألفين لنسبة غير مسبوقة في مصر ما حصلتش قبل كده لأنه بقى سهل خلاص أنا في ست أسعادات ما بقيماش المسائل المالية يعني مستوى هي عايزة تتجوز تمام؟ ممكن تكون حاضرة ممكن تكون أرملة ممكن تكون بتحصل على معاش أو عايزة تتجوز بس إيه إن موضوع الزواج العرفي لأن ممكن المشاهد يقول أنتو بتشجعوا على الزواج العرفي لا إحنا مش بنشجع على الزواج العرفي إحنا بنتكلم في الحالات اللي بتبقى مضطرة تعمل ده زي ما أشار إليها سيادة المستشار يعني زي مثلا السيدة اللي بتأخذ معاش وخايفة من مستطاع هذا المعاش وده طبعا تحايله على القرون بس أنا أقصد أن قد يكون في بعض الحالات بتضطر للزواج العرفي فهي عايزة تخلص هتروح ترفع قضية تطلي وحتترفع لكن لو راحت تطلب نحققها كزوجة أنا بقولها لأ يعني ده في خلل خلل منطقي وخلل اجتماعي النقطة الاستثناء الثاني إنه إدى للحاضنة الولايات التعليمية على الأولاد إن القاضي يخيرها هي اللي تختار الأجر أو المسكن طب لنفترض إن هي مثلا إن سلب المسكن من الأب حيسبب له ضرر جسيم حيروح الشارع وهو ممكن يوفر لها مسكن مديلة أو ممكن يوفر لها أجر مسكن ليه بادي الاختيار للمطلقة ليه با بحطش هم الاتنين في الاختيار لا هي اللي تختار بس برحو آه هو مختارش هو اللي هتختار لأن هي الحاضنة آه تمام ودها الولايات التعليمية ومد سن الحاضنة ليه 15 سنة سنة 2005 وجعلني المادة الوحيدة اللي بتربط الأب بأولاده اللي هي الرؤية وما جايش نحيطها خالص مع أن كل ده موجود في المادة 20 يعني مادة الحاضنة وترتيب الحاضنات موجودة في المادة 20 يعني المادة 20 اللي تعدلت في سنة 85 وتعدلت في سنة 2005 طب أعدل الرؤية هل ينفع أن أنا أخلي الرؤية من 100 سنة هي هي زي ما هي 3 ساعات في نادي أو مكان مقفول هو ده اللي بيربط الأب ده أولاده لا طبا بعد 15 سنة ده لو قدر ياخدهم لأن المادة الحاضنة بتقولك بعد 15 سنة الصغار بيخيره بيخيره من مين بين الأب من الأب طيب أنا دلوقتي طفلة يعني وعاش مع أمه 15 سنة هيختار أبوه اللي ما شافوش غير نقول 100 مرة في 15 سنة لا طبا ده غير حاضرتك أن التخيير باطل التخيير باطل ليه أنا بس أفهم المشرق أولا التخيير ده بيؤدي لقاطع سنة الرحم ليه لأن أنا لو يا دا يا دا لو أنا كأب دلوقتي ولقيت إيه بيختار ما اختارنيش هزعل ولا مش هزعل أكيد هتزعل هيؤدي لقاطع سنة الرحم في نفسي هل أحبه زي الأول أكيد حيبقى فيه شرخ وبعدين هل يصلح أن طفل في سن 15 سنة أن يكون شاهد على نفسه المصلحته شاهد على أبو أمه ومدرك لمصلحته عشان يختار هذا الاختيار القاسي فالمفروض أن أنا أخلي أن السلطة بعد 15 سنة تبقى للقاضي هو اللي يقدر مصلحته فيه لو مصلحته مع أمه تقعد لو مصلحته مع أبه يقعد مع أبه وبعدين أنا ترتيب الحاضنات اللي معمول بردو دا حاضناتك اللي هو أم أم الأم أم الأب وبعد كده بعد أم الأب الأخوات الشقيقات وبعد كده الخلات وبعد كده الأخوات غير الشقيقات وبعد كده العمات وبعد كده الجد وآخر واحد الأب قدامه سلسلة حاضنات وهو يعني يعني نستني دوره لما يبقى يجيله يعني إن شاء الله فأعتقد إن أنا ما قدرش ألوم على الأب اللي هو بيخلاص بيقولك الأب بيجي بعد فترة معينة وإنتي شكوى بتيجي كتير وأنا واصخ منها بيقولي خلاص أنا مش عايز أشوفه ما بيتعب عشان ينفذ الرؤية بيتعب عشان يعمل أي حاجة بيتعب طب ليه دلوقتي ما نستبدلش الكلام ده بالرعاية المشتركة إنه يستضيف أولاده أو يستحبهم يوم في الأسبوع ده مع حالات معينة ممكن ينفع كل الدور بتعمل كده لكن في حالات أخرى بيخلق هاتولي دولة هاتولي دولة في العالم واحد يجيب لي دولة بتعمل الرؤية بالطريقة دي أنا هتحدى ما هاتش هيلاقي في حالات طلاق بتكون قاسية جدا جدا يعني بيكون في أعمال مثلا عنف أو مواقف فعني بطاح صلح بيكون مصلحة للأطفال بس ما ينفعش أحرم يعني حضرتك ما ينفعش أحرمه لا من أبوه أو أمه طب نفترض دلوقتي الحضانة يعني الأب بتمكن إنه ياخد حضانة أولاده ما هو الأم هتبقى صلطة بأولادها إزاي برضو الرؤية ثلاث ساعات في النادي في اليوم ينفع تكون يعني نفترض إن العكس صحيح إنه الأب خد حضانة الأولاد لسبب ما تزوجت بآخر أو لأي سبب من الأسباب هل ينفع إنه أخلي صلة الأولاد بأمهم إنه يشوفوها ثلاث ساعات مرة في الاسم ناكيد لا يبقى اللي ينطبق قال لهم يبقى ما ندورش على اللي لا وأنا على فكرة أنا مش ضد الستسنات اللي اتحطت للمرأة بالعكس يعني أنا أعتبر المرأة دي يعني لابد أن تكرم ونابد أن يكون لها وضع لأن هي بتشكل محور أو مش محور أعمود أساسي في المجتمع ما أقدرش يعني أنا عايز يعني للوقت الست تشتغل بترجع بتأدي كذا دور الست الحالية بالفتر الحالي أو في الوقت المعاصر اللي احنا فيه بتأدي دور الراجل ودور الست ودور الأم ودور المربية ودور الأستاذة اللي بتعلم فأنا مش ضد الاستثناءات دي بس إيه المشكلة أن أنا يعني أبصل للراجل شوية وأبقى عادل معاه وأديه قدر من الرعاية مع أولاده ما أقطعش سلطة بأولاده كده صحيح خليني أنتقل لجزئها أخر أخرى عشان وقتنا ونلحق أن نحاول نتكلم في أغلب أو أبرز النقاط زواج القاصرات خلينا نتكلم عن مضمون قانون أو البند الخاص بزواج القاصرات في القانون الأحوال الشخصية القديم وما نطمح إليه الفترة القادمة في التعديل عدريك السبب في زواج القاصرات هو تقنية زواج العرفي ليه لأن أنا وده بيحصل عامل أغلب في الأقاليم في الأقاليم أو في الأماكن الشعبية اللي بيحصل كالقاتي إن المأزون عنده دفترية دفتر عرفي ودفتر رسمي البنت اللي بتكوش تكمل الثمانتاشر سنة مع وسن الزواج الثمانتاشر سنة الولد والبن بيعمل دفتر عرفي تمام وتتجوز خلاص وتيجي بعد بتوصى الثمانتاشر سنة بيعمل لها وثيق التصادق يبقى مين السبب في زواج القاصرات القانون القانون وبعدين نرجع نقول ليه زواج القاصرات موجود مع أنت الخلل لكن بتعمل توازن لا بتعملش طبعا هو إذن إذن أحيانا وقود شيء يعني ضارف المجتمع أو كده مش عايز أقولي إن أنا عايز بقى فيه ضارف أحيان ده إن لما يعمل خلل بعمل خلل لما لما أنزل الميزان قوي وخل الكفة تطلع على كفة ملازم أكون في خلل طيب يعني 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 دلوقتي مثلا سبيل المثال في أب موجود في قرية في منطقة نائية بنته عندها 15 سنة وهو قرر إنه هو يتجوز قرر إنه يتجوز بنته تمام هل ممكن يجي عندنا قانون يمنع ده أو يجرم ده أو بند ضمن قانون الأحوال الشخصية طبعا وهو ده مجرم فعلا هو لسه بشي يتجرم ده المعزوم بيتحبس يا فندم ده بيحصل بيحصل في قورة كتير وبنشوف نمازج كتير ده بيحصل وإحنا لقاءات كتير مع سيدات فضليات من المركز القومي للمرأة بيجهدوا جهاد قوي جدا إنه هم يتصدوا للمشكلة دي هذك أحلى إنه نمنع أولا الصغرة اللي عملتها في القانون اللي هي السبب في زواج القصراء ما هو أنا بلاقي مخرج بص حذك إحنا شعب يعني الحمد لله متدين يعني شعب بيقدر الدين وبيعلي شأنه هو عمره وحيفكر يعمل كده لما يلاقي صغرة هو لما لقى صغرة الزواج العرف موجودة في القانون استعملها طيب لأننا بالوقتي بكي حلق سات المستشار عفوا حرك قول دلوقتي إحنا شعب ومجتمع متدين أيوة مع علاقة التدين باللي إحنا بيتكلم في الولد حضرتك موضوع زواج عفوا سات المستشار يعني موضوع زواج القاصرات ده ده بيتحكم فيه عوامل كثيرة جدا بعض نفسي وبعض فيسيولوجي وبعض أبعاد كثيرة جدا وبعض مجتمعي مش الوازع الدني فقط هو المتحكم فيه فإننا نقصر كلامنا عن زواج القاصرات بأنه هو إحنا شعب متدين ده كلام غير مضيقي عفوا يعني اسمح لي ما هو أنا ما فيش واحد هيدي بنته الواحد من غير عقد من غير عقد أو من غير ما يكون فيه زواج إحنا بنقول قبل كلمة قاصرات إيه قبل كلمة قاصرات إيه زواج القاصرات أنت قننت الزواج العرفي بتعيب على إيه ما أنت اللي خلقت المشكلة هل فيه إمكانية أن في قانون الأحوال الشخصية المعدل يتم تحديد سن حتى أيضا للزواج العرفي أنا إزاي ده يتعالج وإحنا قلناها قبل كده أنه لا يعتد في سماع الدعوة الزواج إلا بالوثقة الرسمية أنت متزوج عرفي وجوزت بنتك عرفي أولاً هتتحبس واحد اتنين لن تسمع دعوات تمام إذا كان أنا اعترفت بيك قانون بعدين أرجع ألوم على زواج القصرات وأقول إن المجزء القانون بيحارب ومش عارف مين بيحارب وإنت اللي عملت المشكلة إنت اللي أوجدتها يعني القانون اللي أوجدتها وبعدين أقول فيه مشكلة يبقى بمعنى آخر إنت أقول لك أنا ليه بقول كلمة وتدين لأن أنا قبل كلمة قصرات زواج تمام الزواج يبقى إزا ده المعشور المعشور إنه لو ما لقاش الحلم كده بتاعت كلمة زواج أمره ما فيه أب حقيقة مؤهزة يعني هيحط بنته في علاقة غير شرعية سيادة المستشار أنا بشكرك وإحنا لأسف الوقت انتهى بس إن شاء الله نلتقي بحضرتك بعد ما يتم سيواغة قانون الجديد ونشوف النقاط الضعف أو الثغرات اللي قد تكون موجودة في القانون القديم ونحاول إننا نعيد سياغة شكرك شكرا جزيلا تنسيات المستشار عبدالله الباجة رئيس محكمة استقناف القاهرة لشؤون الأسرة الأسبق شكرا جزيلا بشكر حضرتكم وقتنا خلص معاكم النهاردة ألتقي بحضرتكم إن شاء الله بكرة ويوم جديد وصوت الناس إلى اللقاء شكرا جزيلا